في الأنباء الواردة من فلسطين فإن عملية جالبوع لم تفتر بعد القبض على أبطالها الستة بل إنها ضخت دماء في شرايين الحركة الأسيرة فالإضراب بدأ ووقفات التضامن تزايد وهناك في غزة حديث صفقة مرتقبة في ظل وصول إشارات من تل أبيب والقاهرة بهذا الشأن أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتي رفض الحكومة التام لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن لا آته ثلاث وأضاف بأنه من الضروري يتخاذ موقف من هذه التصريحات على كل المستويات المحلية والدولية كما تطرق شتي إلى أن إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الستة أعاد ملف الأسرى إلى الواجهة وأكد على ضرورة تحريرهم بأسرع وقت ممكن إن أسرانا هم ضمير الحركة الوطنية الفلسطينية وقد جاء تمكن ستة منهم من الهرب وإعادة اعتقالهم ليفتح ملف الأسرى من جديد إننا نتابع هذا الملف بكل جدية وبشكل يومي وهناك هيئة مختصة تتابع كل التفاصيل ومعها فريق من المحامين الأكفاء وعليه لا بد من إنهاء هذا الملف والإفراج أولا عن الدفع الرابعة التي التزمت بها إسرائيل والإفراج عن الأسرى من المرضى والنساء والأطفال وإنهاء موضوع الاعتقال الإداري مرة وبلا رجع إن من حق كل أسير أن ينشد الحرية الهيات الدولية تتابع معنا قضايا الأسرى ونحن معهم على العهد في غضون ذلك شارك مشاركون في وقفة تضامنية نظمتها هيئة فرصينية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البير بضرورة التدخل الفوري للإفراج عن الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت دعما وإسنادا للأسرى شعارات تطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بوقف ممارسة إدارة سجون الاحتلال وانتهاكاتها المستمرة بحقهم خاصة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوا وجاء هذا الاعتصام بناء على دعوات من مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وبالتعاون مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 فلسطينيا خلال حملة دهم واسعة شنتها بمناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة وأعلن الاحتلال الإسرائيلي عن رفع حالة تأهب خلال فترة الأعياد اليهودية الحالية تحسبا لوقوع مواجهات في الضفة لسيما بعد إعادة اعتقال الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع وما صاحبها من غضب في الشارع الفلسطيني أضفة الغربية تعيش هذه الأيام إجراءات احتلالية إسرائيلية واسعة خاصة مع رفع حالة التأهب تزامنا مع الأعياد اليهودية معي من رام الله الناطق الإعلامي باسم حركة فتح دكتور حسين حماي دكتور أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة دكتور كيف تنظر حركة فتح لتوقعات التي تشير إلى قرب استئناف مفاوضات سلام خاصة بعد لقاء رئيس عباس من أسولين إسرائيليين يعني أولا أخي الكريم بالنسبة لنا موضوع المفاوضات وموضوع اللقاء مع الجانب الإسرائيلي بما يخص أشياء السياسي كان الأمر واضحا بإعلان القيادة الفلسطينية عن ذلك عندما قلنا بأن ثوابت الشعب الفلسطيني أو قالت القيادة الفلسطينية بأن ثوابت الشعب الفلسطيني واضحة حسب أقارات الشرعية الدولية وأنه لا يوجد تفرد الآن لراعي واحد للسلام على مستوى البنطقة هناك مؤسسات دولية ومجتمع دولي وأحد أعلى درجات إظهار ضعف هذا المجتمع الدولي بأن يبقى الملف الفلسطيني بهذه الصورة التي تقوم فيها إسرائيل بانتهاك القانون الدولي أولا وثانيا تقوم بالاعتداء على الشعب الفلسطيني فمن هنا بالنسبة لنا كفلسطينيين لا يوجد أمامنا إلا طريق واحد هو البحث عن التحرر سواء كان هذا الأمر من خلال هذه الحياة التي نعيشها بشكل يومي وإصطدام يومي مع الاحتلال وقوات الاحتلال في شتى مناطق تواجد شعبنا وحتى ما ينقل على الإعلام أخي الكريم هو ينقل جزء من ما يحدث على الأرض بشكل يومي هناك اشتباك مع قوات الاحتلال هناك اعتداءات من قبل الجيش وشرطة الاحتلال على الشعب الفلسطيني على الأطفال يعني دماء الشهداء في فلسطين منذ عشرات السنوات لم تجف يعني ما ينتهي من جنازة شهيد إلا كان هناك إطلاق نار على شاب ما ننتهي من إطلاق نار على شاب لكن هناك حرقا لمسجد ولكنيسة ولتقطيع أشجار والاعتداءات من المستوطين على أياتي حال نحن بالنسبة أننا كفلسطينيين نقول أن ما يحصل الآن في الضفة الغربية هي حالة اشتباك دائم مع هذا الاحتلال بوسائل المقاومة الشعبية التي اتفقت عليها كل فصائل العمل الوطني ولكن أنا أحكي لك أيضا حالة الرقود الحالية التي تحصل في المنطقة وفي الإقليم وفي العالم بما يخص الشأن الفلسطيني أعتقد أن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة وسائمة كل التصريحات وكل بيانات الشجب والاستنكار الآن مطلوب موقف دولي وأنا أحكي لك في النهاية إذا فقد الشعب الفلسطيني الأمل بأن يتحرر أعتقد أن الأمور لن تذهب باتجاه استقرار وهدوء في المنطقة وهذا موضوع يجب أن ينتبه نهم الجميع ومن يدعون أنهم يرجون السلام هناك اتهامات للسلطة بأن إسرائيل تتلاعب بها وعينها على صفقة مع غزة ما رأيك؟ إسرائيل تتلاعب فهذا كلام أولا غير صحيح وهذه الدعاية احتلالية نحن تعودنا عليها كثيرا هذا أولا إسرائيل تحاول دائما أن تخرج بالكذب من خلال روايتها من خلال إضعاف مؤسسات الشعب الفلسطيني من خلال إظهار الشعب الفلسطيني وكأنه شعب لا يستطيع أن يبني دولة كل هذه الأمور هذه رواية إسرائيلية أصلا إسرائيل هي تقوم على الكذب من الكذاب الأكبر من نتنياهو إلى هذا المستوطن الآن الذي يعيش في مستوطنة في الضفة الغربية نبتالي بنت كلهم يقوموا على الكذب نحن بالنسبة أننا يا أخي السلطة الوطنية الفلسطينية هي مكون وطني موجود من أبناء شعبنا الفلسطيني وهي ليست بأشخاص وإنما هي من أبناء الشعب الفلسطيني ومن كل فصال الشعب الفلسطيني أما أن نأتي وتقول إسرائيل كل ما تقوله إسرائيل أكيد أنه لا يراد به الخير للشعب الفلسطيني ويراد به تشويه الشعب الفلسطيني فنحن لا نقف كثيرا عند هذه الروايات وكانت رواية الكذب ورواية محاولة زرع الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني في موضوع أسران الأبطال الذين تحرروا قبل أيام وهذا دليل آخر أيضا على قوة الشعب الفلسطيني وعلى إمكانية الشعب الفلسطيني بهذه الإمكانيات المتواضعة لدينا بسبب الحصار الذي يضرب على الشعب الفلسطيني إلا أننا نستطيع أن نكسر منظومات أمنية تتحصن خلف دولة الاحتلال يصرف عليها مليارات الدولارات سنويا كل هذه الأمور مجتمعة تؤكد العالم أجمع بأنه لا مجال أمام هذا العالم إلا أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه وأنا أحكي لك الشعب الفلسطيني لن يصبر طويلا أمام هذا الظلم الذي يمارس عليه نعم دكتور بالحديث عن الشعب الفلسطيني بشكل كامل والحديث عن كل الفصائل ملف المصالحة إلى أين أوصل خاصة مع الحديث عن انتخابات بلدية سوف تجري قبل نهاية سلعة يعني اليوم رئيس الحكومة الفلسطينية دعا حركة حماس إلى ضرورة أن يكون انتخابات فلسطينية على مستوى المجالس المحلية والبلدية لأنه أخي أنت تعلم أنه من عام 2006 إلى يومنا هذا لم تجرى أي نوع من أنواع الانتخابات في قطاع غزة بسبب سياسة الأمر الواقع الذي تكون فيها حماس في قطاع غزة ولكن أنا أحكي لك ملف المصالحة الفلسطينية بالنسبة لنا كحركة فتح هذه عقيدة سياسية راسخة بأنه يجب اندهاء الانكسام الفلسطيني الذي يعتبر حقبة سوداء في تاريخ شعبنا ومطلوب الآن من حماس أن يكون لديها قرار وطني فلسطيني مستقل بعيدا عن الارتباطات في جماعة الإخوان المسلمين وغير من هذه الارتباطات التي يعلمها الجميع وهذا ليست سر يعني حتى قيارة حركة حماس ومنفاصل حركة حماس يعترفوا في هذا الأمر فالمطلوب الآن أن يكون لديهم قرار وطني فلسطيني مستقل من أجل إنهاء الانكسام وأن نذهب جميعنا موحدين لأنه أنا أحكي لك شيء مهم نحن بالنسبة أن نعم شعب نتمتع بالصلابة والجلد والقوة ولكن عندما نكون متحدين في رواية سياسية وفي مقاومة ميدانية وفي خطاب إعلامي موحد أعتقد أنه موضوعنا أقوى بكثير وأنه أمام هذا العالم وكذلك يقصر عمر هذا الاحتلال لأنه في النهاية هذا الانكسام هو يخدم دولة الاحتلال مطلوب الآن من حركة حماس من كل فلسطيني من أشقائنا العرب وخاصة أشقائنا الأردنيين والمصريين أن يكون هناك دور فاعل بالضغط على حركة حماس بضرورة إنهاء الانكسام لنخرج من هذه الحكبة التي أزعجتنا وأزعجت لنا شعبنا كثيرا نعم ناطق الإعلامي باسم حركة فتحة دكتور حسين حمائل شكرا جزيلا لك قبل نحو أسبوعين وتزامنا مع قضية أسراء جلبو أقلت حركة حماس أن الأسراء الستة سيكونون على قائمة المفرج عنهم في أي صفقة تبادل مقبلة وهو ما زاد من تكهنات بشأن قرب إتمام الصفقة معنا من غزة الكاتب الصحفي الأستاذ ويسام عفيفي أهلا وسهلا بك معنا عبر شاشة قناة المملكة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير والحديث يتم عن مفاوضات ربما غير مباشرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال برأيك أين وصلت هذه المفاوضات؟ نعم يبدو أنه بالفعل ما صار مفاوضات حول صفقة تبادل أسراء جديدة أخذ منحة أكثر جدية عما كان عليه الأمر قبل سنوات الاحتلال طوال الفترة الماضية كان حريصا على أن يناور في ذلك ويماطل أيضا في اتجاهات عديدة سواء من خلال الترويج لأنه هناك تقدم أحيانا أو من خلال ضغط على حركة حماس والبقاومة بظروف الحصار أو من خلال الوسطاء أو تعدد قنوات الوسطاء في الآونة الأخيرة وتحديدا بعد معركة سيف القدس زادت وثيرة اهتمام الاحتلال وتحديدا بعد قدوم الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت وأصبحت هناك مسارات وجهود متكررة ومتواصلة مع الوسيط المصري وهو الذي بدور أيضا كان على تواصل دائم مع حركة حماس الجديد في هذا المسار هو أنه بدأت تطرح أفكار ورؤى أكثر من مجرد الحديث عن مبادرات من جانب واحد إسرائيليا صحيح أن الأمر من ناحية المقاومة لم يصل إلى أي مستوى من المستويات التي يمكن أن تتعاطى معها لكن في نفس السياق لم يعد بإمكان الاحتلال الآن أن ينكر هذا الاستحقاق سواء لناحية الجبة الداخلية والوعود الذي يقدمها لذوي الأسرى لدى المقاومة أو خلال الإعلان الأخير بفصل مصار صفقة الأسرى أو التفاوض عن مصار تفكيك الحصار أو أعادة العمار هذه خطوة بالفعل كما أشرته في التقرير تعطي مؤشرات على أن الاحتلال أصبح ليس لديه خيارات عديدة سواء المضيف في صفقة يمكن من خلال حرارة تقدم ودائما نقول أن الصفقة في هذه المعطيات الراهنة ربما من الصعب جدا أن تتم العزمة واحدة وعندما يتم الحديث جديا بمصار عملي يمكن أن تتم عبر أكثر من مرحلة والمرحلة الأولى يمر أبما الأهم سوف تكون مرحلة ما تسمى إشارة الحياة أي الإعلان أو كشف نصير المعتقلين لدى المقاومة في حال طبعا بثمن بالتأكيد في حال نجحة ذلك نكون قد وضعت المفاوضات يعني قطار أو انطلق قطار المفاوضات بعد هذه المرحلة نعم هل يمكن ربط هذه المفاوضات بأي شكل من الأشكال بملف المصالحة الفلسطينية لا أعتقد أن هناك ارتباط هناك مصار يؤكد دائما وهو مصار التي تتبنى المقاومة وبصائل المقاومة من حركة حماس أن تحقيق المطالب والحفاظ على الثوابت لا يتأثى إلا من خلال مصار أو برنامج المقاومة والمقاومة فقط بينما المصار الآخر المرتبط بحركة فتح والسلطة لا يزال لديه رهانات مرتبطة أولا بإمكانية أن يمارس المجتمع الدولي أو الإطار المرتبط بهذا المجتمع الولايات المتحدة وبعض الأطراف الأوروبية ضغوط من أجل استعادة أو إعادة مصار التسوية السياسية ومصار المفاوضات وإنه كما سمعنا قبل قليل أنه لا زال رهان فيما تعلق بالأسرة أنه لا زال هناك رهان أنه يمكن للإحتلال أن يفرج عن أسرة بموجب اتفاقات التسوية وهنا كما أشار سيد محمد اشتيا الإفراج عن الدفعة الرابعة التي تنكر الاحتلال لتنفيذها من ضمن استحقاقات مصار التسوية هذا المصار واضح ليس لديه أي أفق سياسي ولا يوجد أي أمل على الأقل ونحن نتعاطى مع المشهد الحالي المشهد الرائعي وبظل المشهد الإسرائيلي أيضا وبالتالي ما يهم المواطن فلسطيني وذوي الأسرة من يستطيع أن يحقق هذا الأمل والمطلب الكبير جدا 4500 أسير يقبعون خلف القطبان بحاجة إلى جهد حقيقي والضغط حقيقي على الاحتلال لتنفيذها حتى اللحظة يبدو أنه مصار المقاومة والصفقة والضغط الاحتلال هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحرير أسرة بأعداد وأسماء كبيرة نعم شكرا جزيلا لك على وجودك معنا الكاتب الصحفي وسام عفيفة كنت معنا من غزاعتك الفافي